هاي صبايا أنا سارة اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح قدم لكم تمرين جبار رهيب لعضلات البطن وبالتحديد عضلات البطن السفلة عزيزاتي المسابرة على هذا التمرين حرفيا رح تزهلكم بالنتائج متل ما تعودتوا على سارة بوبفيت وفيكن تشوفوا التعليقات للصبايا اللي عم يشوفوني لأول مرة عزيزاتي هذا الفيديو غير مناسب للبنات اللي عندن انفصال عضلي وإذا عندك انفصال عضلي في عندي تمارين رهيبة وجبارة للانفصال العضلي بتروحي عليها وبتكتبي سارة بوبفيت الانفصال العضلي وبتشوفي التعليقات آلاف التعليقات تحت التمرين تثبت لك إنه هذا التمرين فعلا ساعدهم بإغلاق الانفصال العضلي عزيزاتي إذا كنتوا جاهزين طبعا قبل ما تكونوا جاهزين دائما بحب ذكركم ببرامجنا المجانية برامج رياضية مجانية على موقع سارة بوفيت.com وكمان يلي حابة تشترك معنا برامج نيومي فيها تتواصل مع فريق الدعم على صفحة الإنستجرام سارة.نيومي سو إذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش لا هالمرة هيك هدوء وريلاكسيشن فورا ما في نطنطة اليوم سو اليوم عزيزاتي رح نعمل حوالي لعشر تمارين كل تمارين رح نعمله دقيئة رح نبلش بوضعية البردوغ كل تمارين هعير له أنا دقيئة وخليكي معي وخليكي مع تعليمات صوتي لأن التعليمات اللي رح قولها أثناء التمرين جدا وجدا مهمة لا يدي إخلائك مني أرجوكي خليكي معي طبعا الركب تحت عظمة الحوض اليدين تحت الكتاف مؤخرتي مو بهاي الوضعية لا رجليك يحطيهم بهاي الطريقة على الأرض رفعي ظهرك ورفعي إيد ورجل ومدي ونزلي بتحكم طبعا أنا بدياكي بهاي الوضعية ما تميلي حوضك هيك لا خليكي متوازني المهم انك ترفعي بتحكم لا تستعجلي بالحركة واحدة فوق نزلي ثانية نزلي برافو عليكي شوي شوي مدي كأني حدا عم يشدك من إيدك ورجلك بنفس الوقت بعدي كتفك عن إدنك يا بنتي بعدي كتفك عن إدنك برافو عليكي اها شو هالحلاوه اليوم واللهي واللهي غير شكل شو ما كنتي لابسي لابسي أواعي رياضة أواعي طبخ أواعي البيت برافو عليكي كاملي معي حسي بعضلات البطن شدي بطنك بكل حركة شدي ريدك وشدي رجلك ونزلي بعدي كتفك عن إدنك ضل بحب ذكر أنا بالتعليمات هدول أرجوكي برافو عليكي وخلص الوقت للحركة الأولى هلا بقى عزيزاتي رح نعمل الحركة الثانية طبعا أنا بدي سطح على ظهري هالمرة اوكي سطحت على ظهري وإيدي جنب جسمي تمام؟ هلا اللي بدي تصععي بالحركة فيها ترفع دقنك شوي دقنك دايما تكون قريبة عصدرك اوكي ما بديها تعمليه هيك لا هيك أبدا لا بالهولة ورجلي فوق برفع وبنزل اللي عنده ألم بأسفل الظهر تتني الركاب وترفع وتنزل شوي شوي نزلي وحسي بالرجفان بكل عضلات البطن وطلعي ما عندك ألم بأسفل الظهر مدي الرجلين تماما طلعي على صرتك بكل مرة حسي بالرجفان وطلعي خدي نفس وانت عم تنزلي شوي شوي هسي بالرجفان وطلعي برافو عليكي مرة تانية انفخي شوي شوي عبي فراغ أسفل الظهر أرجوك عبي فراغ أسفل الظهر فكي تريحي راسك على الأرض وطلعي قومي جاسبية وأنت عم تنزلي على الأرض برافو كمان 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 وطلعي يييييس هاي هي الحركة الثالثة طبعا دائما لما بدي مرر انا او شد عضلات البطن بحبي كتير اعطي اهمية لعضلات الخواصر على كوعي كوعي تحت كتفي رقبتي طويلة طبعا انا ما بدليها ولا برفعها هيك و بطلع لفوق طبعا انا حطيت نص ركبة على الارض نص ركبة بتخيل في هون سمكة البرانة بنزل شوي و بطلع بس هيك طلعات خفيفة بعد كتفك عن اذنك ارجوكي بعد كتفك كوعي تحت كتفك تماما مشان ما يصير حمل على مفصل الكتف طلعات خفيفة برافو عليكي ياس طلعات خفيفة شدية للبطن شدية شايفتها من هون شدية ايوه شدية البطن طبعا اللي بتتعب فيها تنزل تريح وترجع تطلع لا ما عندك مشكلة شدية البطن تماما ما ترخي البطن برافو عليكي كاملي معي حلوتي طرف الثاني نرجع نعمله خمسة و ثلاثين ثانية للطرف الثاني خمسة و ثلاثين ثانية عيرنا معي رأسا و فورا تنيت الركبة رفعت كتفي بعيد عن ادني نزلت و طالعت الكوع تحت الكتف مباشرة برافو عليكي شدي البطن يا حلوتي شدية شدية لما بدي لمس عليها بدي لقية حجر شدية معلش لو في دهون لو في دهون معلش طلعي الى فوق طبعا كتير مهمة الحمية صبايا كتير مهمة الحمية قد ما عملتي تمارين شد عضلات البطن ما بتشد اذا في دهون والدهون ما بتنحرق غير بالكارديو او اذا ما بتحبي تعملي كارديو نطنطة خليكي اع تمارين المشي ياس قلت مرة و برجع بعيدة ثاني مرة اذا حابة تحرق دهون البطن كليا عليكي بمشي ثلاثين دقيقة لتسعين دقيقة اربع لخمسة ايام بالاسبوع وهي بدي اياكم تعملوا ليها تريند على اسم سايرا بوفيت هلا الحركة التالتة يمكن التالتة الرابعة الرابعة الحركة الرابعة حركتي المفضلة المذهلة يعني الكورسة الربانية رح نشدة بهاي الحركة نعير الوقت كما عم نستطاح اضهرنا ايدانا جنب جسمنا انا بدي ارفع رفع خفيفة ونزل ببطء رفع خفيفة ونزل ببطء برافو عليكي ارجوكي يعني اتقنية للحركة رفع خفيفة قد ما فيكي نزلي ومدي رفع خفيفة اذا عندك قلم باسفل الظهر لا تمدي كتير رجليكي لا يكونوا ممدودين عبي فراغ اسفل الظهر وشدي بطنك برافو عليكي هذا هو نفست يلا يا حلوتي ما ضل غير شوي تحمليني ما الي غيرك حدا يتحملني في هذا الكوكب العظيم فوق انا بتحملك وانتي بتتحمليني منتحمل بعض ومنساير بعض ومنتمرم مع بعض نفست يا احلى رفيقة بالدنيا اي والله انك رفيتي كم لي يا حلوتي ما ضل غير شوي يس رول طلعي هيك برول ما تطلعي نتر نتر ما تطلعي هلا الحركة يلي بعدها شوي تشالنجينك يعني ممكن تكون شوي صعبة مو مشكلة نحنا قدة صح قدة وقدود حطيت ايدي فورا ورأسا تحت كتافي مدت وبرمت بس هيك طرف الثاني برمت بطن او عليا وسفلة خواصر بها الروتيشن الحلو عم نشغل عضلات الاوبليكس برافو عليكي مدي وبرمي بس بعدي كتفك عن ادنك ارجوكي ارجوكي نفس يلي صعبة عليها تتبع هاي الحركة بس هيك ما بدي اياكي ترفعي ركبك عن الارض وكملي نفس نفس كمان شوي راح الكتير ما ضل غير القليل فدى الهدف فدى البطن المسطحة جدي عضلات البطن انتبهي لا تعملي ضغط على اسفل ضهرك برافو عليكي حرفيا 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 يعني مو سهل الحركة وزا كملتيا الاخير بطلة بس انتبهي دائما تبعدي كتفك عن ادنك وايدك تحت كتفك تماما اوكاي هلا بقى يا حلوتي راح نعمل حركة المونتون كليمبر شوي سريعة اذا بتحبي بطيئة اذا بتحبي سريعة لا تفرق 1 2 سبتي خسرك 3 4 سبتي خسرك سبتي مؤخرتك المؤخرة ثابتة ايديك تحت كتافك بطنك مشفوطة للاخير حافظي على التنفس برافو عليكي هذا هو برفيكتو كمان عنا نص الوقت بعرف والله بعرف بعدك تفك عن الدنيكي لا ترفع كتير مؤخرتك لفوق لا نزلية صعبية بس متنزلية كتير حرام بتهلكي الظهر نفس 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 يا حلوتي والله عنجد هذا التمرين من المحلقين اي لوفيت رأبتك مستقيمة لا تنزلية كتير لتحد ياس قربي الايد تحت الكتف برافو سبتي مؤخرة خلصنا اه ياس ياس فخورة فيكي من هون لعند كوكب الزحل المريخ ما بقول عند الامر مو الزحل والمريخ أبعد صححوا لي المعلومات لأبعد كوكب عن الارض فخورة فيكي اذا انت متحمسة وعندك شوية وقت يام منزلي لتحت امشي لك ثلاثين دقيقة او طلع لبرا امشي لك ثلاثين دقيقة يام عملي كارديو من كارديوهاتي بالبيت ثلاثين دقيقة بعد هذا التمرين سوبر خرافي اذا اعجبك الفيديو اذا اعجبك الفيديو لا تنسى تعملي اللايك والاشتراك بالقناة اذا انت مشاهدة جديدة بحبكم كثيرا شوفكم بعدين باي